وعشان نعرف ايمة القرار ده وان المبادئ مش مجرد شعارات تخيلوا القرار ده صدر امتى الاهلي لعب قدام الترسانة يوم الجمعة 13 ابريل وخسر الكاس السلطنية 13 ابريل والقرار صدر يوم 3 17 ابريل ويوم الجمعة 20 ابريل في نهائي كأس الامير فاروق اللي هو كاس مصر الاهلي حيلعب مع المختلط اللي هو الزمالك يعني معرض يخسر بطولة تانية نتيجة غياب افضل لعبية يعني بطولتين الاهلي حيخسرهم في اسبوع لكن الاهلي ما التفتش للبطولة وخسرتها والكلام ده لان في الاهلي المبادئ فوق البطولات مش بس كده فيه بعد تاني لقرار اقاف حسين حجازي منتخب مصر حيسافر يلعب في الدورة الولمبية بأمستردام يعني المنتخب حيتأثر بغياب رئيس الفريق وافضل اللاعبين حسين حجازي رئيس النادي الاهلي جعفر ولي باشا هو نفسه رئيس اتحاد الكرة يعني القرار مؤثر عليه من الناحيتين الاهلي والمنتخب واي تعثر حيتحسب عليهم لكن المبادئ تغلبت على اي حسابات ولعب الاهلي مباراته مع المختلط يوم عشرين ابريل على لقب بطولة كأس مصر وفاز بهدف لمختار التتش ويفوز الاهلي بالاخلاق والمبادئ والبطولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة